بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 5 part 12 minimum slab sickness for two-way construction طيب احنا السيكنس مرتبط عندي بحديد التسليح فالاول حنتكلم على حديد التسليح بمعنى ال spacing بتاع reinforcement وفي الحلقة دي حنتكلم على maximum spacing والكلام ده بنقصد به لعند maximum moment او negative moment يعني انا بعد ما حسبت المومنت حسبت الحديدة عندي هنا في القطاعات اللي عليها different moment وحسبنا ال area steel واحنا بنختار ال area steel لازم نراعي فبنقول عند maximum positive اللي هو في نص الاسبان او maximum negative اللي هو عند الصبورت المفروض S تبقى اقل من او يساوي اتنين T حيث T هو السيكنس اللي احنا بنتكلم عليه يبقى في الحالة دي انت اللي عندك مرتبط بالسيكنس بتاع اللي سلاب طيب او الاس اقل من او يساوي 18 انش انت حسبت القيمة الاولانية وال value التانية بناخد القيمة المينيمم فيه طيب ليه احنا اللي سبيسنج ده المفروض ما يزيدش عن حد معين ادي سيخ وادي سيخ لان احنا بيقول الخرصانة ديت لما يحصل فيها كراك اللي كراك دوت بيحصل له عملية بروباجيشن بيفضل عملية الصرايان بتاعة الشرخ مستمرة لغاية لما نقابل حديد التسليح اللي ممكن يعمل او يمسك الشرخ ده ويمنع الشرخ دوت من عملية الاستمرار يبقى انا مش عايز المسافة تزيد لان في الحالة دي الطول اللي كراك بيزيد وكل ما الكراك الطول بتاعه بيزيد كل ما قدام اللي كراك عندك حيزيد فممكن يحصل عندك local failure يحصل انهيار جزئي في منطقة معينة وفي نفس الوقت ان احنا مش عايزين اللي السياخ ديته بقريبة او من بعضه عشان لما تيجي تصب الخرصانة الخرصانة يمكن ان تتغلغل داخل الاسياخ وما يحصلش عملية تعشيش في الخرصانة طيب بنتكلم على maximum and minimum reinforcement requirements area steel minimum وarea steel maximum يبقى احنا نتكلم هنا على spacing بنتكلم على area steel minimum منقول هي عبارة عن area steel المطلوبة عشان temperature و shrinkage لان اذا ما احنا عارفين لو انا حط الحديد في الاتجاه معين لمقاومة العزوم لازم يبقى فيه حديد عمودي عليه لمقاومة temperature و shrinkage واذا حيحصل شروخ في الخرصانة لان الخرصانة بعد ما بيحصلها عملية التسلط بيحصلها انكماش الانكماش يتولد عنه internal stresses وللأسف هي تنصي the stresses والخرصانة ما بتقدرش تقاوم اجهدات الشد وبالتالي ممكن يحصل failure عشان كده لازم نحط في الاتجاه العمودي لأسياخ اللي بنسميها السياخ مطلوبة لمقاومة التغير في درجات الحرارة و shrinkage اللي بيحصل فيه الخرصانة يبقى دا الarea steel minimum الarea steel maximum بنقول انها تقريبا بتساوي 75% الarea steel في حالة balanced condition وايه هو balanced condition ان الsteel اللي عندك والخرصانة يحصل فيه failure at the same time يعني انهيار متزامن في حديد التسليح والخرصانة وحديد التسليح بيحصل امتى في الفيليار لما الاسترين في الاستيل يساوي الاسترين في الحديد عند اليلد والاسترين بتاع الخرصانة يوصل الالتيمت اللي هو 3 من 1000